حين قررت الحركة الصهيونية استعمار فلسطين في تلك المدة نفسها أي طبعا أواخر القرن التاسع عشر والتي راجت فيها أكاذيب الاستعمار الغربي فكانت الكذبة الأولى هي أن فلسطين هي أرض بلا شعب لشعب بلا أرض والتي يبدو أنها صيغة أولا من جانب مبشرين أسكتليندينيين وتبناها لاحقا صهاينة لكن ما إن اصطدم هذا الكذب بالواقع حتى تغيرت الكذبة فأصبحت في يد فيودور هيرزل كذبة الصحراء المجدهرة ومن دون الإشارة طبعا إلى أن الازدهار مقصور على اليهود فقط أتقنت الحركة الصهيونية فن الكذب طوال القرن العشرين وصولا إلى عام النكبة فقد نشرت حولها غيمة هائلة الحجم من الأكاذيب التي كانت السينما والأفلام الوثائقية هي إحدى أهم وسائل إيصالها إلى الجمهور الغربي مجتمع يهودي عصري طبعا يرد الحياة إلى الأرض الياباب مقابل مجتمع عربي بدوي بداء لا جذور له في تلك الأرض بلغ فن الكذب إحدى قممه في أعقاب نكبة عام 48 حين طرد حوالي 700 ألف فلسطيني من ديارهم ولما بدأت بعض الأصوات المتعاطفة مع مأساتهم تسمع في الغرب سارعت المكينة الصهيونية إلى اختراع كذبة الأوامر التي صدرت لهم بترك منازلهم من جانب الدول العربية كي يلقى اللوم على المحرض المزعوم وليس على المجرم على مر الأيام أن العالم قد بدأ يتململ من عدم وجود أي مفاوضات جدية بين الفلسطينيين والإسرائيليين نحن الإسرائيليين نمد لهم يد التفاوض دوما هذا طبعا اللي دائما بيحكوه ولكن لن نجد من نفاوضه في صفوفهم وهذه الكذبة رائجة جدا في هذه الأيام جاء عصر الإنترنت نجد أن منظومة الكذب الصهيوني وجدت أمامها حقلا كبيرا يمتد نحو اللانهاية من التحكم في سرد الأحداث الجارية التحكم التام في سرد ما يحدث ونبث كل ما ينفيه أو يعارضه من سرديات وذلك عبر استخدام لا مثيل له من الخوارزميات والذكاء الاصطناعي طبعا هذا الذكاء الاصطناعي هلا حاليا لو بتروح عليه وتتكلم عن الصهاينة وتتكلم عن اليهود تفرج ولاحظ على الإجابة التي تأتيك منهم ثم جاء وعراها طوفان الأقصى فكان الكذب هي الوسيلة الوحيدة لتبرير الحرب على غزة قطع رؤوس الأطفال طبعا زي ما اسمعنا بالأول ثم لاحقا اختصاب جذة النساء ثم جاء جو بايدن ليقول أولا أنه يصدق قطع رؤوس الأطفال بل أنه يقول أنه لم يشاهد الدليل على ذلك بعدها طبعا تم قصف مستشفى المعمداني وتهموا المقاومة بقصفه هذا الجيش جيش الدفاع هو دائما يأخذ بالسردية أنه له الحق في الدفاع عن نفسه هذا الجيش اللي دائما بيحكوا عن نفسه أنه أكثر تمسكا بالأخلاق في العالم وبعدها أن حماس هي داعش ولكنهم أحسنوا في معاملة السجناء الصهاينة حرب قامت وما زالت قائمة على الكذب حرب قامت وما زالت قائمة على الكذب السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر